وعشان كده يا أسامة هي المقولة دي اللي تمنى تكون رابط زي ما قلت مباراة البنك الأهلي يمكن سقطة وممكن مباراة النادي الأهلي كانت خطوة رجعنا فعل الخلف ولكن المهم جدا أن نفتكر ليس من العيب أن تسقط أرضا ولكن من العيب أن تبقى كذلك وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب اللي بعد حسم البطولة وفي كلمته خرج على الجميع يا أسامة وليس كعادة العرف الطبيعي للكلام في مثل هذه اللحظات اللي بتكون النشوة مسيطرة عليك كابتن محمود الخطيب ادى الإنجاز قيمته ولكن قال عندنا بطولة الدوري والنهاردة وفي اللحظة دي وبعد التراجع أمام مباراة البنك الأهلي وقبل مباراة الانتاج برضو كابتن محمود الخطيب بيعقد جلسة مع لعب الأهلي قبل مواجد الانتاج وبيقول لهم أن التاريخ تسجل ليكوا في أفريقيا ولكن الحاضر انت في دلوقتي ولازم لعب الأهلي يكونوا يليقوا بحاضر النادي الأهلي وده اللي احنا منتظرينه ومتوقعينه منهم يا أسامة تأكيد يا فارس وكمان قال أن السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا بطولات اتحسمت وده إنجاز كبير ولكن أمامكم تحديات أكبر وعلى أساس إلا زي ما وضعنا في النقط دي وخسرنا النقط دي في مباراة سهلة نقدر أننا بيكم برضو نعوض ونسعد جماهير النادي الأهلي وده جزء طبعا من تدريبات النادي الأهلي وطبعا الكابتن محمود الخطيب في الجلسة المفتوحة مع لعبي النادي الأهلي بالتأكيد تحمل كبير للمسؤولية وبالتأكيد ده قدر النادي الأهلي وقدر لعبي النادي الأهلي إحنا أحيانا بالفعل على قدر القصوى عليهم في بعض الأوقات على قدر ما إحنا بنكون مشفقين عليهم لأن عندهم جماهير أو جماهير النادي الأهلي لا ترضى إلا بالفوز في كل البطولات وفي كل الأوقات وفي كل المباريات حتى المباريات الودية وبالتالي هم دايما وقعين تحت ضغط ما عندهمش فرصة حتى إنهم يفرحوا ما عندهمش بطولة سوبر بيعيشوا عليها أو بيتعاشوا بيها لا الناس دي ما ينفعش كمان تتعشف باتنين دوري أبطال أفريقيا دي محتاجة تحقق كل البطولات لأن هي دي طموحات النادي الأهلي وده قدر جماهير النادي الأهلي ولعبي النادي الأهلي وده طبعا لقطات الكابتن سيد عبد الحفيز مع الكابتن محمود الخطيب والجلسة المفتوحة اللي تمتنا تمنى التوفيق إن شاء الله للعبي النادي الأهلي يا فارس بإذن الله بإذن الله يكون بداية موفقة أمام الانتاج غدا إن شاء الله ما بنشبعش إحنا نتفعشياش معانا وعشان كده النادي الأهلي إن شاء الله هيحقق قدره وحيسترجع ذكرياته التاريخية وحيكون بطل كالعادة ولكن من حاجات المهمة جدا يا أسامة النهاردة حسين الشحات عودته لأن في مفارقة كده طاهر وصلاح محسن اتخده مع المنتخب فحسين الشحات كمان اتصاب فبدأت بأجياء وكهرباء الاتنين اللي ما بدأوش مع بعضه في مبرونا من بداية الموسم وكان ده ليه تأثيراته الفنية ليس تقليلا من اللاعبين أكيد لهم أهميتهم ولكن بيفرق كتير جدا إنك فجأة ما تلاقيش الانسجام ده يمكن مش هيكون موجود بكرة حسين بس عودة لا موجود معانا في القائمة حسين وده شيء إيجابي جدا ما اعتقدش هيبدأ ده المقصود بالنسبة لي وأتمنى لو هو جاهز ولكن على الأقل إنك بتستعيد ورقة مهمة جدا خاصة نحسين متقلق الفترة الأخيرة تحديدا منذ الشوت الثاني في مبارات الترجي في العودة وتسجيل وهدف ومن هنا أعلن بيتسو مسماني القائمة واحد وعشرين لاعب علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيع وياسر إبراهيم محمود كاربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون حسين الشحات وقاليود ينجل وعمر السلية ومحمد مجدي أفشا وسعد سمير وعلي معلول وولتر بولية أجيه محمد هاني دي قائمة النادي الأهلي بكرة فارس واحد وعشرين لعب نتمنى لهم التوفيق بنمر بالتأكيد بظروف صعبة بس ده قدر الأبطال ودي ضريبة التحقيق البطولات والإنجازات واللعب على أكتر من بطولة وكمان ده دور النادي الأهلي الوطني في فكرة أنه بيدعم كل المنتخبات الوطنية وده اللي حاصل بتلعب بدون ست لعبين منهم أربع لعبين أساسيين على الأقل وما أدراك بهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن بالإضافة أيضا لأحمد رمضان بيكهم فبالتأكيد بتحتاجهم في أوقات ذا دي ولكن ده قدر النادي الأهلي ودور النادي الأهلي المجتمعي الوطني اللي بيقدمه دايما ومشوفناش أي صراخ عندنا يا فارس بنفكرة تكافؤ الفرص فين تكافؤ الفرص فين تكافؤ الفرص ده إحنا كنا ممكن نعمل مظلومية نعمل حلقات عن إزاي النادي الأهلي بيلعب وبيدفع ضريبة إنه هو في أفريقيا مزاي فريق آخر اتسهلت له كل الأمور أيام الكونفدرالية عشان يحققها وما وفاش بوعود وبخطبات والكلام اللي شرحناه لكو قبل كده